دايماً بتأكيدي في كل مرة على الشق النفسي والعامل النفسي قد إيه للتأثير كبير جداً على جسمنا. يعني بجدل هذه الدرجة الحالة النفسية ممكن أن هي تؤثر على البني آدم لدرجة أنها تفقد جاز المناعة فكرة عمله بشكل جيد؟ طبعاً. الشق النفسي من أهم الحاجات. من أهم الحاجات العلاجية. لازم تدعمي نفسيتك طول الوقت على فكرة. لأن الضغط النفسي والمشاكل النفسية بتقلب على فكرة أمراض سكر. ما منسمع إيه ده جالك سكر أنت قلت متعصم بعد الشر ساعات سرطانات. بتيجي مع الزعل. فبليز نحاول. أنا كل مرة لازم أقول الشق النفسي. لأن الشق النفسي عامل أساسي لحياة سليمة وحياة جيدة بدون أي معاناة. كويس قوي. طب في ناس اللايفستايل بتاعها أصلاً غير صحي. بمعنى مش بس إنها ما بتمرس رياضة أو حتى ما بتاكلش أكل صحي. لا هي حياتها أصلاً سيئة أو سلبية. لا تهتم الصحي. طب في ناس كتير كده. أي حاجة ممكن أن هي تعملها. ما فيش تفكير أبداً في الصحة. الناس دي بتنصحهم بإيه؟ أنا بنصحهم زي ما أنا عملت والله يا نهواندي. أنا يمكن من خمس ست سنين كان برضو قصة أن أنا مكنش بأكل أكل صحي خالص. بأخذ سكرات كتيرة جداً في اليوم. أولاً جالي. عفة ما أبدأ لو أصيبها على الله وخلاص من غير وعي تماماً. يعني أنا أي حد بيشوفني اللوقتي وكان عارفني من خمس سنين بقولي أنت تغيرت تماماً. بقى نشاطي أحسن لما غيرت اللايف ستايل. لأن كمية سكر وكمية أكل مش صحي ده بيضمر جهاز المناعي. وبيضمر شكلك على فكرة. يعني لو أخذت بالك اللي بيأكب بنت الست اللي بتاكل سكرات كتير. طول اللوقتي لايجي وشها مش حلوة وشها مطفي. هلات سودا كل الحاجات دي بتيجي. فلازم ناكل أكل صحي. طب الأكل الصحي إيه؟ يعني على طول بقول لازم يبقى تلتين أكل سلطة بكل الألوان. يعني فلفل الألوان والجزر والخص والبقدونس والخيار. كل الحاجات دي فيها فيتامينات كويسة قوي. ولباقي الأكل يبقى بروتين وكربوهيدريت ودهون صحية. يعني أنا مع دهون الصحية. زيت الزيتون هايل رائع كدعم للأوميجا. ودعم لصحة المخ والصحة النفسية.